اشتركوا في القناة 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 تتعامل مع الموقع و تضيف الموضوع للباسكت و ثم تقوم بتعمل هناك كفرنت انتظر كفرنت انتظر دوره و تضيف الموضوع على سلة المشتريات و عندما تكدأ موضوع كبير في الباك انت لا ترى أحيانا عندما أعمل الإ Burnedamental جد للإ Resultation يوجد إزلالك الإفتاح وبينهزة يوجد إسرائي الوزن يوجد إزلالك النجام ويوجد إزلالك ويوجد إزلالك موقف لإزلالك ويوجد إزلالك في المشكل العام وهذا الشكل الذي يحدث ينظر في شيء مسمي Back-end Development هذا هو العين من الإسراء عندما أعمل الإنسان يتغذر في قاعدة الإباكاب هذا شغل من؟ شغل الback-end developer تمام؟ كل الـ fulfillment للأوردر بشكل عام والأشياء هذه كلياتها هي شغل يعتبر في الback-end. عادة شغل الback-end أصعب من شغل الfront-end يعني الموضوع لا يوجد مجاملات لا يوجد حساسين لهذا الموضوع. هو شغل الback-end أصعب بشكل عام من شغل الfront-end وفي الأخير في البرمجة لا يوجد شيء صعب. تمام؟ الback-end developer هو كل شيء في البرنامج أنت لا ترى وما يحدث خلف الكواليس هذا يعتبر back-end developers. هناك ناس تكون متخصصة فقط بالfront-end development وناس متخصصة فقط بالback-end development. سواء أنت كنت front-end developer تمام؟ أو لحال الback-end developer لحال أنت ليس قادر على عمل برنامج من الألف إلى الياء. لو كنت back-end developer لحال فبالتالي أنت بحاجة أحد يكمل لك الجزئية في الfront-end. وإذا كنت front-end developer لحال بحاجة أحد يكمل لك الجزئية في الback-end. مع أنه تستطيع أن تكون full-stack developer تجمع ما بين الfront-end والback-end سوية مع بعض وتكون developer قوي. وهذا الفلستاك زي ما حكينا في البداية أنه هو دائما الشركات بتفضل الفلستاك developer. هلأ ما تردليش على الناس اللي بتطلع بتقول لك لا أتعلم فلستاك ليش ما خلص بأتعلم بfront-end وبسرعة. وهي رواتبهم قريبة من بعض. قد يكون رواتب قريبة من بعض في البداية لكن في المستقبل الفلستاك يبدع ويبدع أكثر. فرص أنه يفتح شركات أكبر. فرص أنه يكون developer developer مستقل أكثر من غيره. ففرص نجاحه بشكل عام. ولما أقول لكم مثالي عن مستقبل المستقبل. لن أخذ الحالات الشادية ، فقمي في كل شيء في الدنيا هناك حالات شادية. فقط بشكل عام الفلستاك developer مطلوب أكثر. الفلستاك developer ليس صعب لك أنك تكون فلستاك developer إذا أنك متأسس صح. الموضوع انك تتعلم فرونت اند والفريم ويركس تبعتها هو جدا سهل لما تكون متأسس يكون جدا سهل عليك انك تدخل في التكنولوجيز فرونت اند هذه بشكل كثير كثير سهل لانك انت متأسس سيأخذك وقت انك تتعلم فرونت اند برجع بحكي بأكد انا ما بسخف بموضوع فرونت اند هو جزء مهم لكن حجمه بالنسبة لباك اند او الفل ستاك هو يعتبر ابسطهم على الاطلاق ابسطهم لا يعني انه انا بسخفي بس هو ابسطهم عشان ما حدش يجي يلحك عليك ويقول لك لا هو مش ابسط ومش عارف ايش لا هو ابسطهم تمام عشان هيك اكبر دليل انه كل الناس بتروح على الفرونت اند انا نزلت فيديوهات كثيرة عن موضوع الفرونت اند وحكيت على موضوع الطلب في الماركت وهذه الامور كلياتها واللي بحكي فيه انه الطلب هو اقل من 5% من الدبلوبرز بشكل عام اذا كان لدي 100 مبرمج في سوق العمل اقل من 5% الطلب على الفرونت اند وهذا واقع وحقك انك تعرفه وحشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك لا الطلب عالي ومش عارف هذا كله حكي فاضي برجع بحكي الفرونت اند دبلوبرز كويس لكن بدك تكون مميز في فيديوهات عن كيف تصبح فرونت اند دبلوبر مميز هندي في القناة وروحوا شوفوه احضروه انا نصيقتي من واقع سبعة عشرين او ثمانية عشرين سنة خبرة في سوق العمل بنصحك دائما تكون فلستاك ما تكون مبرمج دائما بحاجة غيرك ما تكون مبرمج دائما بحاجة غيرك تعلم السايكل كامبي انت مبرمج لازم تكون قادر على عمل برنامج من الالف الى الياء لوحدك معناته ينقصك شيء كثير في هذه الحياة ورح تخصف فرص كبيرة في حياتك ودائما انا باجي بحكي الحط بياخد الجائز يعني لو واحد مثلا بتعلم فقط فرونت اند لحال ويجاء مشروع مئة ألف دولار بس هو مشروع كامل لازم احد يعمل من الالف الى الياء هذا الشخص الفرونت اند دبلوبر رح يعني معرفة مباشرة ويجدر يعمل المشروع هذا كامل ويجدر يعمل جزئية الفرونت اند احسن من احسن حال اي حالة في الدنيا له احترامو لكن ما رح يجدر يكمل شغل الباك اند فرح يضطر هذا الديبلوبر يا اما يجيب حدا باك اند يكون معه والموضوع في ناس كثير بتسخي ويقول لك خلاص من اي بسيطة اذا جاني مشروع جهيك برح يجيب حدا باك اند وبشتر معي انك يجيب حدا ويطلع هذا الحدا كويس ويسلمك كود صح وما يفلمك وهذه الامور مش شغلة سهلة نهائيا على الارض الواقع النظريات شيء حطوا ليها على جنب والاشي العاملي غير فانت لما تكون قادر على انك تعمل الامور من الالف الى الياء معناته انت رح تبدع في حياتك في ناس كثير بيقول لك مثلا ما تتعلم داتا بيس وفيش داعي ويجيب لك حدا يعمل لك الداتا بيس عشان انت حضرتك ما تطل لك شهرين ثلاثة تتعلم فيهم داتا بيس بشكل عام وتكمل السايكل تبعتك كليات انت داخل مهنة تطلل اكثر من الضب اعطيها شوية وقت وابدع فيها ويكون مدرسة لا تكون بحاجة الناس انا هاي قاعدتي مدرستي مدرستنا اللي هي انك لا يجب انت تكون بحاجة احدا في البرمجة لازم تقدر تعمل الامور من الالف الى الياء عشان ما بيجيك مشروع 100 ألف دولار تقدر تعمله من الالف الى الياء وحتى اصلا لما بدك تكون تجيب احدا يساعدك فيه تكون فاهم اصلا هو شو بعمل ون تخلي يضحك عليك واللي بحكي فيه ترى مش صعب فيه ناس بخوفوكم من الفلستاك وبقول لك الشركات ما هي حتي تستغلك انا فرشيكم مداخلهم كيف بهربوك وبقول لك اذا تكون فلستاك سادج مين مكان يكون انا ما بقصد شخص ماين بس بك بشكل عام هل شركة رح تستغلك وترقيب تاسك اكثر من غيرك طيب انت رح تكون مميز بشركتك وبالتالي شركتك حتى يتمد عليك وبالتالي اذا شركتك بيجي تطرد عشر موظفين انت مش رح تكون من ضمنهم وبالتالي شركتك في الترقيات رح ترقيك انت اكثر واحد هو ما بحكي لك الجانب الثاني من الموضوع انت حضرتك لما بتكون فلستاك وقدع وقدحالك دخلك بكون اضعاف داخل غيرك هذا برضو ما بحكي الكومية تمام فكل شيء له ضريبته يا جماعة كل شيء له ضريبته في الحياة فنصيبتي الشخصية انا بحكي لك انه اختار مصار الفلستاك وحتى لو بدك تختار مصار الفرونت اند لحاله كل شيء بده وقت كل شيء بده وقت هما بدخلو لكم من مداخل انه اسمع فلستاك وبده وقت طويل ومش عارف ايش تعال اتعلم فرونت اند بثلت شهور وتشتغل وتقبط بالدولار هذا كله حقي فاضي اثبتنا احنا بالمناظرات وفيديوهات كثيرة على القناة كله ضحك عليكم عشان يبيعكم كورسات والمشكلة الفرونت اند كمان مرة برجع بحكي اللي هي انه تعطيك شعور وهمي انك دبلوبر مبارمج قوي وانت لأ يعني لأ انت عشان تروح على الفرونت اند في فيديو زمي حكينا على القناة تبعك كيف تصبح فرونت اند دبلوبر لك وزنك في السوق فهذا بشكل عام اذا الفلستاك هو دبلوبر قادر على يعمل مستعمل من اي تو زي يعني دبلوبر قادر يصنع السيارة كامل من الالف الى الى واحده تمام الفرونت اند هو دبلوبر بيعمل لك الواجهات الامامية والاشياء اللي بيشوفها اليوزر وتعامل اليوزر مع البرنامج من ناحية يو اي من ناحية يوزر اكس بينس من ناحية من ناحية الوان من ناحية كيف شكل البرنامج من ناحية الواجهات مثلا في امازون من ناحية الواجهات من ناحية الواجهات وهذا الشيء مهم تمام هذا الفرونت اند اند دبلوبر وهين تهدوره هون بعد ذلك لما بتعمل تعمل 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 هل تعمل لانه هناك شغل كبير في البرنامج لانه تخصص لانه فرونت اند والباك اند هو الشخص اللي بالعكس اللي هو بعمل لما بعمل كبسة بلايس اورده هو بياخد كل هذا الحكي و بعمل الابي ايز والداتا بيج و بخزنها و بشتغل على هذا الموضوع الثلاث شغلات موجودين في سوق العمل والطلاب الاعلى على الاطلاق والافضلية الاعلى على الاطلاق هي الفول ستاك ديبلوبرز يعني لو شركة طالبين مبرمجين حتى اقول لك اليوم لو شركة بتطلب باك ان ديبلوبر تمام و جاهل سي فيتين لشخصين كويسين و قويين جدا واحد فقط باك ان ديبلوبر واحد فول ستاك ديبلوبر و اثنين قويين حبتوا خطين عليهم بعينهم تبع الفول ستاك انت لما كان الشركة راح تعين تبع الفول ستاك انت لما تبع الفول ستاك سيغطي لك أكثر في الشركة وهذا لا يعني استغلال زي ما بروجه لكم لا بالعكس هو بكون له وضعه في الشركة و راتبه و البونسس تبعاته و بتقدم في الكريه تبعاته أكثر والشركة بكون من الناس الكي فهذا من واقع سوق العمل الفول ستاك هو أعلىهم أجرا فرونت اند عليه طلب و طلب أقل من خمسة في المئة بشكل عام في سوق العمل فهذا هو حصل و أعد شركة في اطلاع خمسة ستاك ن ويشكل من شغل المشروع كلها نسبة بسيطة جدا نسبة بسيطة جدا يعني لو بدي أعمل موقع مثل امازون.com مثلا ويأخذني مثلا ثلاث سنين تفلوبمنت بتكون مثلا أربع شؤور للفرونت اند والباقي كله باك اند هو هيك الدنيا فهاي لمحات عامة عن الفرق بين الفرونت اند والباك اند والفولستاك ونصيحة لوجه الله امشي بفولستاك والفولستاك مش صعب مش صعب ويعطيكم ألف ألف عافية